بعد انتظار طويل أوضحت القوى الكردية ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى السنية ممثلة بحزب تقدم موقفها من الأحداث السياسية مؤكدة تأييدها لتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية وحل البرلمان وفق الأطر الدستورية موقف مغاير تماما لموقف التيار الصدري المنظوي تحت تحالف إنقاذ وطن الذي يعتبر البعض أنه لم يعد موجودا عقد جلسة برلمانية في الأيام القادمة هذه ضرورة من الضرورات الملحة جدا سواء كان ذهبنا إلى الانتخابات المبكرة أو ذهبنا إلى تشكيل حكومة والمضيب العملية السياسية إذا رأت الكتل والأطراف السياسية ما تراه مناسبا موقف القوى الكردية والسنية مطابق تماما بحسب مختصين لقرار المحكمة الاتحادية الأخيرة ويتماشى أيضا مع رغبة الإطار التنسيقي الذي رحب بمخرجات البيان الصادر عن زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي موقف يقول مراقبون أن التيار الصدري لن يؤيده وليسمح بتشكيل حكومة يقودها مرشح عن الإطار التنسيقي أعتقد أن المرحلة أصبحت أكثر معقدة خصوصا إذا ما قرئنا أن هناك قولا للسيد الصدر خلال الأيام المقبلة ولكن هناك من ينظر بأنه هذا باب من باب الحوار الغير معلن باعتبار أن المحكمة الاتحادية يوم 28 في هذا الشهر ستنظر بقضية الطعون المقدمة من قبل إرجاء التيار الصدري وهذا بتقديري إن كانت هناك عودة أنا أعتقد هو باب حوار وتتغير معالم الخارطة السياسية على المستوى الشعبي يحبس الجميع أنفاسه وهو يترقب ردة فعل التيار الصدري بعد انتهاء الزيارة الأربعينية على مساعي الإطار التنسيقي تشكيل حكومة جديدة تقف خلفها القوى التقليدية يرى الإطار التنسيقي ومعه القوى الكردية والسنية أن حل البرلمان يجب أن تسبقه تفاهمات سياسية فيما يرى التيار الصدري أن هذه التفاهمات تعني التأسيس لحكومة توافقية وما بين التيار والإطار يتوجس الشارع العراقي من الأحداث المرتقبة خلال الأيام المقبلة حيدر لأسادي سكاي نيوز عربية بغداد